اشتركوا في القناة اشتركوا في الموضوع نوها السيد ليت فتح قدام يمهول كتير وموضع كتير ليه الموضوع مش بسيط بالصورة اللي احنا كنا متصورين هنا انا وقع في دي فيلم كانت زاعت ناشن الريغرافيك ابو زبس يعني مش قناة الجزيرة تمام نتكلم عن قصة امهاد داخل القطبان وهذا حط رابط الفيديو للي ايه للي يحب يشوف الفيديو بالكامر لكن انا جدت من الفيديو كله الخلاصة اللي بتأيد هون هيت نظري نشوف الفيديو في هذه الحلقة من مسجون في القربة لم اعتقد ان كذبة صغيرة قد تخرج عن السيطرة اعطنا اوراقنا وسنخرج من هنا ام حديثة متهمة بالخطف بهدوء بهدوء الاتجار بالبشر هل تمازحني؟ في عام 98 كنت اعيش في فلوريدا وفي احد الايام فتحت صندوق البريد كانت رسالة من زوجي الاول متحت في احد الايام بينما كنا نتراسل ارسل رسالة هل تتزوجينني؟ وانا ارسلت له في الحال نعم بالتأكيد ومضى على زواجنا انا ومتحت فترة طويلة كنا سعيدين ولكن كنت ارغب في ان اصبح اما ثم قررنا انا ومتحت ان اذهب من اجل ان نسأل عن التبني لقد رأيت الحكيمة هناك في اخر الغرفة وجلست امامه متوقعة ان ينهال علي بالعديد من الاسئلات الصعبة ده يا حبيبتي ده مش غر ايتام بحث الباني منها ولا البطاية قانونية ده كنيسة يا حبيبتي وكلسة دي شكل كنيسة هو ودلك هو وده شكل كاهد شكيون انجليين او حاجة زي كده مال موضوع الذي تلد رأينا به سمعت المسئولة الرسمية يكلم متحت واستطعت ان ادرك من ردة فعله ان مسعانة ناجح لكنه قال شيئا اخيرا لمتحت لماذا؟ هل الامر الذي نقوم به امر سيء؟ ترى في يوم الاحد التاسعة من مارس 2008 الساعة الرابعة بعد الظهر رن الهاتف مرحبا اخبرني متحت والابتسامة تعلو وجهه انه صبيه ثم بعدها سمعت متحت يسأل المسئولة اين الاوراق من اجل الطفلة واجابت نحن لا نؤمن الاوراق ما هذا؟ اي نوع من التبني هو هذا؟ احد الاقارب اعطانا رقم هاتف سيدة للاتصال بها من اجل مساعدتنا في الحصول على الاوراق كان اسمها تيريزة حسنا توجهنا الى الميتم الذي كانت تعمل فيه تيريزة غريبة او در ايتام تشتغل فيها راهبة لا وكمان بتأمن اوراق لأسرة لطفل مجهول النسب اوراق بتثبت ان هم ابو ابواها حاجة غريبة يعني جابت الاوراق دينين وظوروها ازاي وعملوا فيها ايه مراهبة على فكرة دي الناس اللي غرفت او ظاب لمسطنة الجزيرة فتحت الباب وقالت لنا اعرف طبيبا اعرف طبيبا يعطيكم ولقة بانه ساعد في عمليات الولادة ويمكننا اخذ هذه الولقة الى مكتب الصحة من اجل استخراج شهادة ولادة توجهت انا ومثحت وماركو الى السفارة الامريكية للحصول على فيزا لماركو عاد الموظف ارجو انك تعبئة هذا الطلب لقد كان في احدى خانات ذلك الطلب حقل يفترض بالام الحقيقية توقعه ثلاثة سمعنا طرقا قويا جدا على الباب كان قويا توجه المتحت الى الباب هل هذا عمك؟ ثم عاد المتحت وقال الشرطة في الخارج ماذا؟ تعني اتوا لاعتقالنا؟ ايه مان ثم وضعونا في القفص كنت انظر حولي مستغربة قفص؟ القفص للحيوانات هذا يوم النطق بالحكم حكمت المحكم حضوريا وعلانيا شبكت ومتحت يدينا ببعضهما لقد كنا نتمنى ان نسمع كلمة براءة والتي تعني الافراج على المتهمين سوزان عجلوف ومتحت بسدة بالسجن سلسين ناقدة اتهمنا انا ومتحت بتزوير وثائق الولادة وحكم علينا بعمين في السجن القصة التانية ويتم مشابهة جدا لقصة نوح السيد عن شخص كانش الناس والتنيسة واسلم وكان ليه ولدين وماني والاسم التاني هو هيقول في الفيديو مش مفذكره وبيحكي عن المساومات اللي حصلت معاه والأولاد وردوكم فيه ونشوف الموضوع قدام للوقت مالذي الحاجة الثانية لما اطلاقنا من بشوي طلعت ان انا حقتنا ان انا اعيش مع عمرتي وعيالي لان انا راضي بالامر الواقع واللي في الجلب في الجلب والناس دي طالما قدر تطلع اوراج تقدر تعمل اي حاجة ثلاث من بشوي عشت مع عمرتي وبردو يابولي شاقة في مصر وقعدتو تحت عينهم وكان في موهيش مهندس في الشارع العشرين اللي هو وراء حديقة اكتوبر اللي هي في اخر الشارع العشرين دي ايه صدفنا في عنده الراجر طبعا من خلال الكنيسة هو برضو عدو من عضاء الكنيسة عنده مصنع عشانيليا وجعدنا عنده وجاب لنا وشاقة خلال الكنيسة وعافش وعيش حياتك بقى مش عايزيننا بترجع تاني عيش حياتك عيشها بقى بالكفر عيشها باي حاجة عيشها المهم عيشها وبس يعني جعدنا في الفترة دي برضو طبعا حبلت مرت بابن التاني مينفعش كنت تتكلم في اي حاجة في الوقت دي لسبب بسيط انا هقول لكم عليه سفرنا السويس وحصلت اشكال بيني ما بين بيتنا سايبي على اساس انك انت ما بتروحش الكنيسة ليه انت ما بتروحش توازم علي الكنيسة ليه ثلاثة من السويس معي واحد صاحبي اسمه ايمن وده كهربائي سيرات السويس مسلم وموحد بالله مسلم وموحد بالله وحديبه شاهد ومفروغ ان ابن عمه اسم الوصاص دياء مستشار في ضرائب العقرية او ضرائب العام حاجة زي كده وعرضت عليه موضوع يقول له ايمن سايدني لان انا فعلا مسلم وموحد بالله وانا مش عارف اعمل اي حاجة والدنيا بايزة ويقول له الناس دي كبيرة ومش عارف اعمل اي حاجة عرضت الموضوع على الوصاص دياء المستشار دي وقال له انه ما ينفعش عشرة في تتكلم في اي حاجة دلوقتي لان الناس دي قوية جدا والناس دي يدها طيلة جدا واي كلام هيتاخد تاني وهيروح ايه ورا الشمس فيه بيك في اسماعلية اسمه بيت ماريمينة في اسماعلية جنب كنيسة الملاك اللي هي فيها الجبور مسكعة صونيا اسمها علي طاسونيا إنجيل تحت اشراف البطرق اللي هو شنودة وتحت اشراف الأوسقف اللي مسكة الإسماعلية اللي قصة العيال دي واللي هما فيهم عيالي اني انا م sewerزة ازبث هالة لني عيالي فيهم قصة البيت بيأخد العيال ازاي لو انا مسلم ومتجوز واحدة ايجا تشعر اسلامها وشعرت اسلامها وخلفت منيها والدير مساكها بيخدها بعيالها. هي يودوها دير والعيال بتقوى في المكان ده. ولو انا مسيح يكون. واسشعرت اسلامي وجبت عيال. ورجعت اني انا عايز اسلم ياخده برضو العيال حطوم. يعني العيال الموجودين هناك مش يتمع. مش يتمع. لو العيال دي طلعت هتزهر جضايا كتير. انا بقول دي وعلى مسئولية الخاصة. البيت دي بقوله على مسئولية الخاصة. بانوانه. دلوقتي انا عايز اواجه رسالة للنائب العام سيد نائب العام. وعايز اواجه رسالة الوزير الداخلية. وعايز اواجه رسالة لكل مصري. لكل مصري. انا اولا راجل مسلم. وموحد بالله. اه تعاملت لأوراق مزورة مسيحية. اتخذت عيالي ومحبوسين في مكان في دير. تبع الدير اسمه مكان مريمينة درسنا علي. اه انا اتخذ علينا اوراق كتيرة. اتخذ علي اوراق كتيرة. ومضيت اوراق كتيرة. يا ترى. اقعد وارض بالوضع اللي هم عايزيني فيه كمان. راجل مسيح وانا من دخلي مسلم. عشان ما يشتكونيش بالاوراق دية. وعشان اشوف ايالي واشوف مرتي. ولا عايش حياتي الاسلامية. ومد ناس دية تجيب لي ايالي. ولو مرتي مسيحية مش عايزها. انا عايز ايالي المسلمين بالوراج بتاعه. بالوراج اللي هو مزور اللي هم عملوه. واخد حاجة من الناس دية قانونا عشانه الناس دية ظلمت. المفاقة. زي ما صلطه محمد رحوم وملفت. على نهاية السيد. برضو صلطه دكتور اسمه ممدو حنة. على اشرف. اللي سنسو مجنة بتاع بلوقتي. نقول المفاقة. ان في اول لقاء مع الدكتور ممدو حنة واشرف. اشرف اقنعه بالاسهاب. نشوف. بدي دكتور ممدو حنة. هو بيحك في البقاء. اه. وقال ان هو كان مكلف من الكنيسة بامور خاصة. نتكلم مع اشرف. هنلقى نشوف هو هذا دي. بالنسبة لي انا كنت في الوسط القطي. كناشط قطي. وكنت متبني القضية القطية بكل ابعاد. نعم. فكيف اخرج عليها. دي شهادة اسلامك في الازهر. اه. دي شهادة اسلامك. نعم. واخترت الاسم هناك في الازهر. نعم. تمام. اه. ودهدت الى مكتب الشهار الاسلام بكامل حريتي. طيب. هل في حد من يعني يقيل انه بعض السلافيين تستقطبوك ولا انت بنفسك. واقعا ده كل دي دعاوي باطلة. وانت اتعرفت على اه. استاذ محمد. استاذ محمد الشماس. اللي هو كان اسمه اشرف قسطنطين مخي. اه. هو اسلام من خمستاشر سنة. اي. يعني هو كان باب دخولك للاسلام. اه. كان باب دخول للاسلام لانه لما انا كنت مكلف. اه. مقابلته. وذلك لاثناء عن دعوة قضائية. اه. قام برفعه ضد الكنيسة. وكانت ستسبب حرجا شديدا. للقيادات الكنسية. مم. وكان هناك عرضين. كان توجب عليها ان اعرض ادي عرضين. العرض الاول. اه. هو ان يتنازع عن كل القضايا ويعرف العلام. اه انه كان مدفوعا بكزا وكزا وكزا. اه نظير اه ان يرجع اليه ولديه. رومانيو كورولوس. لا لا براحة اه 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 انا عايز اتكلم عن القضية دي. انا فيما يتعلق بعلقتكم. ايو. احكي لي. ما هو ده السبب اللي خدنا اقابله. اه. في مكلمة اللي انا اقابله عشان اثناءه عن هزه القضية. نظير. يريد ان تسأله فين اولاد نها السيد. اختفوا فين اولاد نها السيد. راحوا فين اولاد نها السيد. الاجابة اسمعوا بنفسكم. ان اولاد يرجعو له لديكم مبلغ مالي. مكلف من مين? من القيادات الكنسية. مم. التي قام بنفع دعوة طبعا. اسماء معينة? طبعا هناك اسماء محددة. زي مين? القيادات الموجودة بالبتريركيت الاقباط الارثيزوكس العباسي. مم. قالو لك روح له. اه. عشان يتسني عن اسلامه. اعرض علي عرضي الاولاني. اه. ان اولاده هيرجعو له. هم اولاده اتخطفوا? تم اخفاهم. مين اللي اخفاهم الكنيسة? الكنسية بالاسمعالية. تم اخفاهم اخفاهم في دين اه ماري مينة بالاسمعالية. اه تحت اشراف اه تاصوني انجيل. طيب. ده العرض الاولاني. العرض التاني. اه ان يقبل اي مبلغ مالي يحدده. نظير اه نظير تنازل عن هزي الدعوة. وهيتم تسفيره ايه للخارج? ويغلق هزي الملف نهاية. مم. كلفت بزالة حين ما تصلت بيه. مم. وكنت قبلها اعبطت تصور عن شخصيته. مم. ان انا راجل دارس طب نفسي ودارس علم نفس. مم. اه تصور عام عن شخصيته. هتمكن لفترة مدير مستشفى الخانكة ولا مجرد طبيب فيها? لا انا كبير اطباء اه درجة مدير عام اه مستشفى الخانكة. اه لامراض العقلية. مم. اعدت كم سنة? انا اخدمت في ها في حدود ترتاشر سنة. مم. تمام. اه. وتركتها دلوقتي ولا بعد الاسلام? لا انا حاليا على معاش. انت لسويت معاشة بعد الاسلام? لا انا معاش. معاش الفعل. اه. اه يعني عديدت ستين يا. اه. عديدت ستين. اه. مش. فحينما تقابلت مع هذا الرجل تمت المناقشة. مم. تم الحوار. مم. وبإجاز شديد. احسست معه في الحوار بالليونة. مم. وبالبساطة. مم. وبالوضوح. مم. والشفافية. مم. وتم مم. وهذه حقيقة واقع حينما بحثت هذه الامور. وتكررت المقابلات. مم. وتناقشنا في امور متعددة مختلفة. مم. منها مسلا الوحدنية في المسيحية. والوحدنية في الاسلام. مم. وهلوم اجره. اه. يعني بالحوار اقناعت باللي تكون في الاسلام. حينما بعد ذلك حينما ما طلطت منه العشر الاسلامي. اه. بكل اسرار. اه. بكل قناع وقتنا. مهي بالدعاية العالمية. الدعاية العالمية. انا ده كتبت اه 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 رجعوا شنودة لأسالي الى اللي احتheiنتو. اه لا اه يا شايف اه لا اه 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 انتفادت الرأي عامل اجل الطفل شنودي. قضية الطفل شنودي. اه مش عارف ايه. رجعوا الطفل شنودي. اه اه هلاتو. هلتوغير قصة طفل شنودة فقونا площşa اواليها الشخصية في مصر اه 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 ايه اه ايه ا اه رجعوا الطفل شنودة? التويتر رجعوا الطفل الشنودة? اه قصة الطفل اقصر الفيديوهات عن قصة الطفل الشنودي والتبني مش ايه giant لك مرشوم الطفل الشنودي الطفل الشنودي اه من اول هو اه اه رجعوا الطفل اللي شنودي الطفل الشنودي القصíre له رجعه للشنودي اقصره رجعه شنودي لقصره رجعه لقصره really say whatever خلD تصريح ياسهر من قصرين طفلشنودي symbolic خليح لناري هو خلد منتصر مش يعمل ايه طيب خumbك طة مرشوم bully بالم恐صر مش يعرف ايه طيب اما جعدت معت ف thin اللي منتشرة في جوجل في الموضوع دي من فيديوهات الاختة نوها اجي منزلها اصلا على قناتي. مفيش صوت معها. مفيش حاجة يتكلم معها. كلها نوها السيطة. اه. اه. لا. دي مش تابع نوها السيطة. اه. مش تابع نوها السيطة. اه. يعني لو حسبتهم هلأقي على جوجل. على جوجل اه? اتنين تلاتة اربعة بس. مش عرف ايه. انوها السيطة. بس. ما دخلت بقى على فيسبوك عشان اشوف الموضوع. بقيت نفس الهاشتاد. اللي انا زكرتمني شوش. اه. لقيت بقى ايه? اه. اه. عم وطرانيهم اه. من الله اللي كان السبب من اللي حصل للملاتك. دي لسا نعملش عرض الفيديوهات. مش عرض الفيديوهات ده. انه الفيديوهات مليانة ده فيس مليان. المحبة لا تسقط. اه. دخل خالد منتصر. تصريح ناري خالد منتصر. على ايضاع شنودة. ضر الايتام بعد انزع من اهله. مش عارف ايه. ومن خالد منتصر. دخلنا بقى في فيديوهات بقى الواحدة لها قناة. نفس الوضح. اه مش عارف اه 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 رجعوا شنودل لاصراتهم احتضنتهم. اتدروا القوانين الصارح الانسانية. اه قناة اه معاكين برضو نفس النظام. اه اه. شوف هنا في الفيديوهات. اه. طفل شنودة. طفل شنودة. طفل شنودة. طفل شنودة. طفل شنودة. كل الدعم للطفل شنودة. نيدي للاختي نهي السيد. اه اه. كل نفس الموال هي. ادون صوتها بس. صوتها بس. هي قدツ unionها تساعت لأخيرها. ادفع التقلل. هي نفس الفيديو تغير تكليل. ما فيش حد غير. بس bes كل مبي تتتعلم.ها ما فيش. ما فيش ما فيش.늦 نres ب سمت الطفل قوت. الدنيا كلها مقلومة. هذه. عمر اديب. بنامج الحكاية. الطفل شنودة. المواقع الاجنبية. نفس الواضح. تحكي عن الطفل شنودة. الدنيا مقلومة كلها عن الطفل شنودة. اه ده قوت. المواقع العقباط اليوم طبعا معروف. القضية بقى القضية دولية بالنسبة للطفل شنودة. والموار كفاية كده. ندخل على تويتر بقى لابناء نوه السيد. هذه نفس الموار. لا عندي ما نسف له. ما هيس أو ليجد أصدر اللية عملية احلي. ما هيس有 الآن متاجر كثى بแ deserved. هذا هو فا 섭ibles. وا مثل فا مخصوطين. وانتم بعد كدة. وا eggs하면서 التسريب وتبتع تاخليها الموارات وينه тамها. هذه خاصة بواس ثلاثة 13 التسريبات بقى هاي الم قسمة عند تتخيل فيديوه میش هارينة. نبدأ مامورة أخرى بقى نجو تحكيه النجا marché لطفل شنودة. وماتفتح الحنائى فهي مش ردي بط. البي بي سي نيوز الطفل شنو دي مش عارف ايه الحكاية دي كلها قنوات صد البلد نفسي بالقاعدة لما دازل على خلقات الطفل شنو دي ما اللي ادينه ضمير لانقاذ الطفل شنو دي قنوات يوتيوب مفلأة رب الحقيقة مش عارف ايه حكاية الطفل شنو دي بننضح وار ورسالة بتاع قناة كونتوكسات نفس النظام مش عارف ايه بس واحدة الصحف الشريف بديع من خمس ساعة لسه اوه دخل ابع طلعوا من الكاف احمد عبد ماهر يتكلم عن خلقات الطفل شنو دي اوه Onda يوصيل زield النافس الوضع اللي مش عارفك الدنيا كلها هاتي اللي بيتعرض اللي دية يوصيل بتاع تكساد صد البلد ما هاتي اللي اس bringt chaîneا شاهدت تدورات قطعات الطفل شنو دي الطفل شنو دك كل 니ة ابنico دخل في الخط الاخر اوه بدانا كلها دخل في انتخل هاتي اللي وجaris دخله في الخطnhة الاخرى. خالد منتصر لا. خالد منتصر ايه? الزغرة بتاحت المشكورة. واد واقف على الحق على فكرة. اهلا نزلت بصت عن موقع خالد منتصر. بكلموا فيها معي. بالإثباتات بدي معي ولأ بتاع الاختي نوهة. وحكم المحكمة. وحكم الاحكامة. اطفاله. وياريت وهي مسيحية واسلامية. اداني بلوك. اداني بلوك. اداني بلوك. اهلا كمان وحيد بتاع الدليل شنودة فترة الماء ابدا وقد وار입니다. يMY شابه ايه هم رمز للنفس الماء انا الودن اللي هو اسمه بتاع بlio ميزان مش كافر يدي في الماء ابدا في نفس الماء ابدا عند قنوات اليوتيوب. ان هذا بال Renault صان بتاع الدخلي الطفل اللي د isolation الذي دذر بلنفس النظام قضية الطفل التشخه رأي العام طبعا طبعا طبي يا طلع لي عمتم كافب هو د rằng العامortunately كان يعني كله بتكلم في. آآ آآ انه هو واحد أتر merits عقل الطفل التشخه راد jed Kщد اعاد الذي مث Review ده من ده؟ القبيل البديل للطفل شنودي. ده قناة القاهرة والناس. ده هو الفيديو بتاع الاختي اللي بتقارن بين مأساتها والمأسات الولادها وقضية الطفل شنودي. الطفل شنودي. وبقاء ونعود ورافنا النظام برضو حطتها على الصفحة بتاعيتها وعملت البلوك. واللي تعيط عشان الطفل شنودي. ومولات الطفل شنودي. واليو تيوب كله طفل شنودي. والدنيا كلها طفل شنودي. من عروماني دخلت بالخط. وآحمد زيادة اللي هو اللي بتاع الإلحاق دخل بالخط. والأنباء الاسكوف العام على الأزمة طفل سيدة الوص القدر للأسكوف العام على الأزمة طفل شنودة. والطفل شنودة هو الشنودة. ده قناة فرنسا 24. والطفل شنودة وده رحمة وشريعة من ده ده اخر ده. كلا دول العالم. والمستشار أين محفوظ. ايهابرمز. والفيديو بتاع الاختي دي. انوها اللي بتقارم فيها بين معساتها وبين اللي بيحصلها. ودي التفل شنودة. واد يا ابراكو. شإن معاجمكم. كل إليك. شووتو مش روضي يخلص. مش روضي يخلص. ععمال حمل وعمالي برضو مش روضي يخلص. كله. كله هدرك شنه ده كله الطفل الذي يقلعين يه? كله هو مش روضي يخلص. اه تو هدى كله يوم اليوتيوب كله sólo متكشد suبح لي على خلص الميوت ده مش روضي يخلص هو الميديا كله اللسه بتاكفل عن ذا. اشوف mao اليوتيوب بتاع الاختي نوها السيد الفيديو بتاع نوها السيد والاخ زين اللي بيتكلم فيه وقصة الاسلام نوها السيد يعني حاجة محدة عن ابنها خارص بس ده الموال كله والتسريبات اللي هي قدت منزلها وأنتو بعد كده طبعا ده هنخش بقى في الموال بقى ملناش فيها يعني القصد كله الميديا والإعلام كله إعلام محابي بكل ميزانين انا مش ضد تسعيد قضية الطفل شباب وانا مش ضليح في الدين او قوي في الدين علشان قفتي في النقطة ديت وساجل الفتوى لعلماء الاسهر انا بتكلم على النقطة الاعلامية ان ازاي ام او مش عارف ان ترجع اولادها ومعها حق احكام محكمة ومش قادرة ترجع اولادها ومفيش اي تخطية اعلامية نهائية انا جربت ادخل صفحات كل المداموين اللي اتكلموا عن طفل شنودي واطلب منهم ان هم يقفهم مش بنفس الدرجة حتى بدرجة اقال لحتى ولو بستزير لكن كنت بواجه بالبلوك بحنا تقول الموضوع ان واحدة عمالة تزعى كانها يعني ايه ستة عمالة تزعى كانها تزعى في صحرها محدد سامحة واناس من جارة ظهرهم على الاعلام مرة الدينيان الابت الدينيان الابت والكل اللي تبنى قضيتهم والدرجة او بعزين يعدلوا في قوانين الاحوال الشخصية عشان خطرهم لأ دي ستة نخص سيد معها حكم محكمة دولتها معها حكم محكمة ومع ذلك مش قادرة نتفزه لو انت قلتوا ان هي واحدة ستة ومكان يدوها الاولاد تم واقشة في قصنطين لفاول فيديو لانا عرفته من شوية راضي ومع ذلك بلتوش ولادو الى الله المشتكل